اشتركوا في القناة 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 يعني الكمية عن الحاجات التي لا تعد لكن المرة دي هنا فشكية بيقولك طبعا بتكلم عن حاجة مفردة فهتكلم بdoes كم بيتكلف للدخول قالوا 2 باونز فور ايجيبشنز 20 باونز فور فورينرز و20 جنيه للاجانب and children under 5 are free حاجات مهمة جدا خلي بالك منها لان كل ده ممكن يجلنا اولا فليتشوز سنين بيجلنا كمان في اللسن and complete نشوف بعد كده does that include the mommy rooms does that include the mommy rooms no it doesn't طبعا انا عارفة ان الكواتشن اللي بيبدأ بdoes لازم اجاوب عليه بيجأسر نو فهو انا بيقول هل هي بتشمل او بتتضمن the mommy rooms يعني اصلا mommy rooms mommy rooms يعني حجرة المميوات mommy rooms يعني حجرة المميوات no it doesn't اوكي thank you for your help you are welcome have a nice day طبعا احنا وعارفين اخر حاجة في الاخر خالص ما بتيجي تشكر حد فبقوله thank you فيقولك you're welcome في الاخر بيقولك have a nice day خلي بالك من كازا حاجة قلناها النهاردة مهمة جدا اول حاجة الجديدة عندنا في الاول هي كبتعرف نفسها بتقول good morning the Egyptian museum how can i help you اسعدك ازاي هي بتكلم هي دي اسمها ايه اسمها the receptionist receptionist يعني الموظفة الاستقبال اللي بترد على التليفونين اول حاجة good morning the small greetings التحية the Egyptian museum المتحف المصري how can i help you ازاي اسعدك number two هو قال لها بقى what aware او 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 في الاخر خالص هي بتقوله ايه بتقوله have a nice time المهمة المهمة اللي انا عايز اقولها لك are you open on fridays دي سؤال مهم جدا are you open on fridays خلي بالك ان انا حطيت preposition o before the days of the week قبل ايام الاسبوع اي يوم طبعا يعني ممكن اقول on saturday on sunday i visit my father on friday i got school on sunday and so on ممكن اقولها قبل ايام الاسبوع كلها اول حاجة are you open on fridays قلت له yes we are open daily وقلت لك ان هنا daily equal everyday يعني بمعنى كل يوم بتقوله نعم احنا منفتح كل يوم في الاخر قال لها سؤال تاني question تاني مهم how much does it cost to get in يعني كم يتكلف سعر التذكرة to get in get in يعني ادخل وطبعا عكسها get out يعني اخرج how much does it cost to get in قالت له it cost or it's two pounds for Egyptians جنيهان يعني المصريين 20 pounds for foreigners للاجانب وخلي بالك الجي سايلانت هاشي فيه ناس بتطلقبطوا يقروها كده what children under 5 are free والاطفال تحت سن الخامسة are free يعني بيدخلوا مجانا فيه question تاني كم مهم does it include the mommy rooms هل هي بتتضمن انا عارفة تلقائيا ان اول ملاقي question قدامي but does اجاب على yes or no does it include the mommy rooms التذكرة دي بيتضمن سعراء the mommy rooms no it doesn't انا قتلك يا اما اجاب يا اما بياس يا اما no thanks or thanks a lot or thanks very much or thank you هيتلو you welcome ده الرد بتاع thank you you're welcome have a nice day يعني انا اتمنى لك يوم سعيد وبكني تشوف مع بعض دي اسمها conversation time تركز جدا في كل حاجة فيها دايما ال conversation time اولا هاش الطرف تتكلم وعلشان كمان يبقى عندك حصيل الاتكلمات وكمان الاسئلة اللي فيها وفي expressions النهاردة كانت الجديد بتاعنا مثلا what are your hours يعني دي جديدة what are your hours يعني ايه المقصود بيها هنا it means يعني المقصود بيها ايه بقى المقصود بيها انتم بتفتحوا امتى يتلو we are open from 9 to 7 يبقى خلي بالك خدنا كمان from يعني من وإلى يعني to we are open from 9 to 7 اوكي دي اسمها conversation time ناخد مع بعض ال where time الذكاب عندي the Egyptian museum the Egyptian museum يعني المتحف المصري Egyptians طبعا المصريين with foreigners يعني الاجانب hours ال each silent على فكرة hours يعني ساعات open receptionist دي موظفة الاستقبال اللي هيك بتتكلم والت له the Egyptian museum good morning how can I help you adult children طبعا هم البالغين ال adult لهم البالغين الشباب سوية يعني ولد children هم الاطفال طبعا under 5 يعني سنهم تحت سنة الخامسة are free يعني بيتخلوا مجانا daily يعني everyday daily equal everyday وكلمة friday طبعا الايام بتجمع يعني قصدوا انتم بتفتحوا في ايام الجمعة yes we are open on friday ناخد مع بعض دلوقتي ال where time كان بيكلمنا دايما ان في حاجة اسمها collocation collocation يعني انا عندي verb ودايما بيجي معايا كلمة معين يعني مثلا نقول make friends make friends يعني يعني بيعمل اصدقاء يصنع اصدقاء وانا كده مع بعض كده مرة قبل كده where a wig يعني البسباروكا المهم ان فيه كلمة معينة لازم تاخد معاها كلمة تانية او verb معين ياخد معاها كلمة تانية وكي نكمل مع بعض كنا واخدين include include يعني اللي يتضمن وكان جاي لنا في question المهم اللي هو does it include the mommy room خلي بالك من الصورة الصورة دي اللي هي المميز المميز يعني المميوات الverbs أنا عايز اقول الحاجة مهمة جدا احنا دايما بنتكلم وبجيب لكم علشان في sex primary primary sex دايما عندهم past sample past sample ده مهم جدا ده main tense عندك السنة ده اهم verb عندك السنة فانت تلقى اينا هيبقى عندك الverb في المدارع وانت لازم تحوله لل past دي اهم حاجة عندك السنة دي في primary sex اهم حاجة تبقى عارف past sample شرحنا كتير مع بعض وانت اكيد عارفه بس طول السنة دي هنقوله مع بعض كتير ولذلك دايما لما اجيب لك الverb انت لازم يبقى عندك حصيلة لانها يبقى جايب لك حاجة كتيرة جدا في circle the odd one out choose the correct answer كل الحاجات دي بتحتاج انك تبقى عارف الverb ده ال past بتاوي لاني في حاجة اسمها regular verb يعني الافعال المنتظمة زي مثلا play played watch watch ask فدي بقى الحاجات الشازة اللي المفروض ان احنا نحفظ يعني مثلا اقول drink تبقى drunk اقول مثلا نكلم swim eat eat go wind and so on حاجات كتيرة جدا هناخدها مع بعض فالمفروض ان انت تبقى عارف ايها irregular verb اللي منزود لها d or ed or ed وال irregular verb اللي هي الافعال الشازة التي لانه نطبق عليها القعدة ولذلك لازم عندك حصيلة كلمات و verbs verbs اللي هي الافعال بالpresent and past اول حاجة ناخدها مع بعض help لان هي جتلنا في اول سلايد وكان بتقول how can I help you زراء قدر ساعدك help طبعا ده regular verb past بتاعبة helped number two thank for thank for الله thanks for your help شكرا لمساعدتك thanked انا ممكن اقول he thankeded her هو شكرها open opened include اللي هو يعني يتضمن او يشمل included welcome to welcomed to طبعا كان الرد بتاع thank you you're welcome عشان كده جايبين verb welcome الirregular اللي احنا كلاسا نتكلم عنها كلمة coast اللي جاتلنا في الquestion how much does it coast to get in coast coast have or has طبعا احنا عافين ان have تيجي مع i will we with they will you but has تيجي مع singular he and she will it اللي كلهم بياخدوا had get in got in get in يعني يدخل got in language functions بقى اول حاجة لما تيجي تعرض مساعدة لحد offering help ده offering help يعني عرض المساعدة ببساطة جدا هنتقول له how can i help you تاسمه offering help offer يعني عرض فلوما اقول لك offering help عرض المساعدة تلقى ببساطة جدا احنا كنا ممكن نستخدم can or could لكن انا هنا وقلها له وممكن بتقولها له how can i help you اذا يقدر ساعدك how can i help you سهل جدا ال question ده اسمه offering help فالرد بتاعه والله لو مساعد انا بقى محتاج مساعدة فقول لها yes I want kaza or I ask about kaza and so on welcome to the museum welcome to the museum greeting يعني التحية التحية اللي هي قالتها في الاول في اول حاجة خالص في اول سلايد كان اسمه good morning دي اسمه greeting لما قل الحد hello hi كل دي اسمه greeting greetings يعني التحية التحية لما قل الحد welcome قل الحد good morning good afternoon good bye كل دي اسمه greetings التحية welcome to the museum asking about work hours asking about work hours لما بسأع عن عدد الساعة بقى what are your hours ونها قبل كده بقى ولما يجي اسكال about the cost or the price price يعني الساعة استخدمها وماتش على طول والله انا بتكلم عن شيء مفرد اجيب is او does بتكلم عن جمع طبعا هتبقى do or are هنا بس اعنى مفرد عن التذكرة ساعة التذكرة how much does it cost to get in how much does it cost to get in okay thanking someone لما قلت بقى لما جي اشكر حد فقاله thank you ممكن thank you بس أو thanks أو thank you for لاني بيجي مع preposition for thank you for your help have a nice day ده اسمه wish wish يعني بتمنى لك حاجة الواشنج التماني ده انا بتمنى لك حاجة بقول لك have a nice day have a nice day أوكي ال opposite واخد بالك مصورة لقدامك دايما جايبين لك الصورة دي اشتغرف يعني opposite opposite يعني الكلمة وعكسها so عندنا شخصين دلوقتي واحد فيهم sad sad يعني حزين واحد فيهم happy happy لاني انا عارف ان the two adjectives دول اللي هما الصفتين دول happy and sad اللي اتنين عكس بار عكس بعض يعني opposite غالبا ممكن يجيب لك حاجات كتيرة جدا مثلا فليتشوز فيقول لك the opposite of word كذا فانت المفروض تبقى عارف مثلا tall انت ممكن تكون عارفين ايه tall وعارف كل الكلمات الموجودة لك مش عارفين ايه كلمة opposite opposite يعني العكس فتلقين لو عارفها tall short happy sad and song بشوف عبعض مجموعة الكلمات وعكسها اللي جيت عندنا برضو في الconversation طيب number one closed closed يعني مغلق open get in كده كان الكوستشين بيقول لك how much does it get in does it cause to get in get in يعني يدخل وget out يعني يخرج bad nice جت لنا فين كلمة nice لما هي في الاخر كان بتقوله ايه have a nice time have a nice time يعني نتبنى لك يوم السعيد هنا nice بمعنى جميل او لطيف او سعيد يعني طبعا عكسها bad الprepositions دي مهمة جدا علشان بورجو زي ما بقول لك في التشوز لازم بيجيب لك جزء كبير كده عن الprepositions طب احنا جلنا ايه في الconversation طيب عن الprepositions لما كان بيقول are you open on fridays on fridays يبقى تلقائيا تعرف ان before the days of the week قبل ايام الاسبوع you should put on preposition on لازم نحط حرف الجر on قبل ايام الاسبوع زي ما ونتلك قبل كده مثلا i go to outside or i go to cinema on fridays انا دايما بروح السينما on fridays ايام الجمع اقول مثلا i go to school on sundays انا بروح دايما ايام الحد وهكذا ممكن اجابها في صيغة الجرع زي ما جت لنا في الconversation time وممكن اجابها في الصيغة العادية جدا انا بقبل زميلتي او زميلي on monday يعني يوم الاثنين اوكي طب في حاجة كمان ان حرف الجرع ان احنا عرفنا ان نقن وعلى فكرة on بمعنى على اقول مثلا this pen is on the table on the table يعني على التربيزة my laptop is on the table اوكي يبقى on i'm on the chair on the chair يعني على الكرسي يبقى on كمان بمعنى على اقول مثلا where is my mobile where is my mobile it's on the chair هو موجود على chair chair يعني كرسي طبعا يبقى on بتيجي قبل ايام الاسبوع طبعا بتيجي مع حاجات كتيرة ممكن اقول كده i got school every day on food يعني on food يعني سيرا على الاقدام طبعا food يعني قدم وفيت يعني اقدام لكن هو expression على بعض وتيجي كده اسمع on food i got school every day on food انا بروح المدرسة كل يوم on food يعني سيرا على الاقدام طبعا on preposition مهم جدا حرف جر مهم جدا النهاردة جالي فين جال before the days of the week يعني قبل ايام الاسبوع اوكي هناخد كمان حرف جر in ان تيجي مع ايه ان بتيجي قبل الشهور ودي مهم جدا اقول مثلا my birth day يعني عيد ميلادي in june in june june the month يعني شهر وقبل الشهور لازم احط حرف جر in يبقى before the month اول حاجة كمان in يعني اتولت في سنة وهم اي لا السنة لان اتولت فيها اي سنة رقمية يعني 2011 2005 1000 1998 ويبقى طالما في سنة رقمية اقدر احط بيها preposition in وطالما في عندي شهر اقدر احط بي preposition in في حاجة كمان بتحط بيها in توقيتات اليوم يعني ايه توقيتات اليوم يعني اقول in the morning يعني في الصباح in the afternoon يعني في الظهيرة وعندي in the evening يعني في المساء توقيتات اليوم دي اسمها ايه اسمها تاخد معايا طبعا توقيتات اليوم اللي هي in the morning في الصباح in the afternoon in the evening كل دي يجي قبلها برضو preposition in في حاجة كمان بيجي معا اه بيجي طب بيجي معا اولا ان بيجي قبل السيزون يعني فصول السنة in winter winter يعني الشتاء اوكي my holiday يعني in summer summer يعني الصيف و spring و autumn يبقى احنا عندنا اربع فصول السنة برضو لازم احط قبليها حرف الجر in in كمان لما بسأل عن مكان اقول اني in وتيجي معاها في where is my mobile it's in your bag it's in your bag اوكي يبقى خلاص احنا خدنا مع بعض حرف الجر in و on احنا عندنا طول السنة هناخد حروف جر فيارت تكتب معا معاها كل مرة هناخد حرف جر تكتب ييجي معا ايه لان هيبقى عندنا سعيدة جدا ان انا كنت معاك وان شاء الله على وعد بلقاء اخر في نفس المعادل الساعة الثلاثة ان شاء الله الاسبوع القادم وان شاء الله نطلع فاصل وبعد الفاصل